انتوا معاً حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم أفآم ونجوم أفآم تيفي من كامل حياتك صح على نجوم أفآم ونجوم أفآم تيفي ضف ناقل أستاذ دكتور أحمد السكي أستاذ جراحات السن والسكر بجامعة عين شمس ولسه بنتكلم فاتحين ملف التجميل وبنتكلم فيه مع طبعاً متخصصين في هذا المجال ومن ضمن الزوايا الهمة اللي جات لنا برضو عليها أسئلة هي طبعاً سنة عند الأطفال كتير مننا بيعاني أن أطفال من كتر بقى العادات اللي بيعلموها البعض الأكل الشوكولاتات والأكل خارج البيت والوجبات السريعة والكلام ده فممكن كتير منهم يصابوا بسنة في سنة مبكرة جداً أطفال يعني هما لسه في بدايات عمرهم وده بيعرض حركتهم للمشكلة عندهم مشكلة في الرياضة مشكلة في الحركة مشكلة فممكن يكون اجتماعية في تنمر بعض الأصدقاء بيهم فبرحب بحضرتك يا دكتور شهيتنا ونورتنا لو حنمسك كده سريعاً قطاع الأطفال والسنة عند الأطفال هل هي يعني نفس العلاجات الكبار هي للأطفال؟ أكيد لا أكيد يعني حتى لو اتحدت الاسم العريض للطريقة لكن التفاصيل الدقيقة مختلفة يعني ضاية الأطفال أكيد مختلفة عن ضاية الكبار الإجراءات لو احنا عدنا المرحلة دي وبدأنا نفكر في أدوية من فاشن ديال للأطفال في إجراحات ما نفضلش نعملها للأطفال خصوصاً في سن معين لكن ينفق نعملها في مرحلة معينة طب خلينا نمسك بقى الأعمار كده سريعاً يعني إيه اللي متاح في الأعمار الصغيرة فيما فوق فيما فوق؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك إحنا دايماً نقول لغاية سن 10-12 سنة يفضل تماماً اللجوء للطرق التقليدية الالتزام الغذائي وده بيحتاج دعم وصفورت من الأسرة مع أن إحنا ندخله في رياضة يكون هو بيحبها ويبقى لينك لها قوي ويبقى بيلعب في نادي أو في مركز شباب مثلاً يبقى ملتزم به يبقى فيه تنافس يبقى له كابتن بعيد عن الأسرة لأن الأسرة أوقات ما تقدرش تسيطر على الولد أو البنت لأنه بيدلع عليهم بمعنى أصحة إنما لما يبقى له مدرب هو بيبقى ملتزم شوي لما يبقى المدرسة لها نوع من السابورت بيلتزم شوي لكن خلينا نقول منرجع إحنا كأسرة كأب وكأم هو بيصعب علينا لو إحنا عملي له كنترول في الأكل لو مش هنقدر نقول له وقف أكل أنت كانت كتير مش هنقدر نقول له لأ إنت أوعى تأكل دوت واصطوب وناخده من إيديه بيجي علينا برضو لحظة إحنا بنحس بالضعف فعشان كده فمن البداية لسن عشر سنين تقريباً فيش تدخلات علاجية بالضبط لكن نقدر نقول أصبح فيه أدوية أمنة جداً للأطفال وهي الـ دي نفس اللي باخدوها الكوبار هي دي اللي ممكن تتاخد للأطفال زي الكوبار بجرعات مختلفة طبعاً لكن الـ FDA في العالم كله وافق عليها واعتمدوها لأن هي ملهاش تأثير سلبي على الأطفال نقدر نعملهم الكابسولة المبرمجة من بعد سن العشر سنين نقدر نقول أن الطفل لو عشان نحسسه بالشبع الدائم نزود الحر حتى من غير ما نطلق منه أنه يعمل رياضة نحسسه بقناعة على كمية بسيطة من الأكل ودي مهمة صعبة ما منقدرش عليها بسهولة أنه ياخد الكابسولة المبرمجة الكابسولة بيبلحها بسهولة بتدخل جوه المعدة تبقى باللون يبقى هو طبيعي عنده إحساس دائم بالشبع كأنه واكل طول الوقت دي بتاعت الكوبار برضو هي الكابسولة الزكية فينفع ندهاله ونعتمد بقى أنه هو إحنا مش إحنا اللي هنطلب منه ولا إحنا اللي هنجري وراه لأ هو خلاص كده أربع شهور هيفضل شهية قليلة حرق عالي إحساس دائم بالامتلاء بيأكل كمية بسيطة عايز أقول لحضرتك أنواع الأكل اللي كان بيجري وراها ما بقاش يجري وراها ريحة الأكل اللي كان بيحبها ممكن يقرف منها ويقولك مش حبيبها مش طيقها وهو ده الهدف اللي هيتغير له بعد لأن الكابسولة مش هتعيش مع العمر كله هي هتعود معها أربع شهور وبعدين هتختفي لكن هتسيب معاه اللي هتعود عليه وتغير عاداته والديليفري اللي كان لازم بالليل نطلبه بأنواعه المختلفة والشوكلتس والكيك والأيس كريم اللي كان بيجري عليه كل ده عادات عنده أربع شهور الأسرة هتحس إن هي تغيرت عنده لو إحنا قدرنا بقى نحافظ على الكلام ده يبقى إحنا كأننا عملنا له عملية تعيش مع العمر كله من غير ما نرجع لجراحات لكن كجراحة بقى إمتى حضرتك تقول لا الطفل ده نسي تتكلم على الطفل يتعامل له جراحة ولا مش محبس خالص لا بالعكس الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة بعد دراسات طويلة جدا لأت إن فيه نسبة كبيرة من الأطفال هم مهما عملوا بالضايت وبالرياضة ومهما ديناهم وسائل مساعدة هم هيرجعوا يدخلوا تاني جينات بقى أولا آه بالضبط هي جينات وكيميا جوا الجهاز الهضم وأنا قلت لحدك قبل كده الناس معتقدة أن الهرمونز هي الهرمونز الهرمونات بتاعت الغدى الدراقية والكذرية والنخامية الغدى الصماء اللي احنا عارفينهم لا الموضوع مش كده نحن عندنا الجهاز الهضمي أكبر محتوى هرموني في الجسم كل عايز أقول لحضرتك مفيه السنة بتعدي ما يكتشفش خمسة ستة هرمونز لها تأثير قوي في الميتابوليزم وفي الزيادة في الوزنة أو التخسيس فالعمليات هي بتغير الكيميا الغلط هرمون الجوع بيقل الهرمون اللي بيقلل الحرق بيقل فالحرق بيزيد جدا الهرمون اللي بيعمل مشاكل زي الضغط وسكر في الأطفال بيختفي الانسولين ريزيستنس ومقاومة الجسم الانسولين بتختفي يبقى احنا بنطلع طفل سليم صحيا ونفسيا خد بالحضرتك هو الطفل اللي مش هيفرق معاه كلمة صحيا دي قوي في الأول هو تخين بس بيقدر يجري ويلعب لكن هتفرق معاه نفسيا جدا بعد كده قداما حتى هو في المدرسة لك لسه أيلة التنمر التنمر على فكرة مش لازم هو يشتكي ده هو ممكن نظرة زميله ليه لما بييجي مثلا في الكلاس بتاعه يحاول يتكلم أو يضحكه يخليه ما يظهرش ما يتكلمش يخلي عنده self in confidence فيه ثقة في النفس هو مش قادر يعبر عن نفسه هو خايف يظهر هو خايف يشارك لأن حاسس إن فيه حد ممكن يعلق عليه بطريقة أو بأخرى بأنه ممكن يبقى سمارتي جدا ممكن يبقى زكي بس محكوم عليه بأنه هو ما يظهرش للأسف ودي نقطة ممكن تغير في الماركس بتاعته الدراسية فيه ناس على فكرة يعني أنا عايز أقول لحداتك أنا جات لي أمهات بيعياته ابنه مش عايز يروح المدرسة أصلا فإحنا وصلنا للدرجات دي طب تخيالي بقى إنه هو لما بيجبر شوية ممكن يبقى مستواء الدراسي عالي جدا وشهاداته عالية لكن وزنه الزائد يمنعه إنه ياخد positions معينة وكرير معين تخيالي بقى لما يجي يتجاوز أحيانا تبقى مشكلة كبيرة إن ده يعوقه من إنه هو يرتبط بإنسان هو عايز لا الموضوع مسهل الموضوع ممكن يغير حياة إنسان بالذات في السن الصغير وده من أكتر الحاجات الحساسة الشخص الكبير هو عايز يعيش لغاية آخر لحظة في عمره بصحة كويس فهو بيبص للصحة لكن الشباب الصغير ده هو بيبص لحياته من أول لحظة شغله اندماجه في المجتمع شخصيته ده بيبني شخصية فلما يبنيها وهو عنده دفوه للأسف كل ما بيجبر كل ما دفوه ده بيزيد أكيد طبعا طيب إحنا بنتكلم لسه عن السمنة بعتولنا أسئلتكو على زيرو 15-5-9-5-5-1-0-0-6 سواء أن عايزين تسألوا عن جراحات أو بدون جراحة أو مقسم الموضوعية أو أطفال لسه مكملين فمستقبل أسئلتكو نرجع بعد الفصل إن شاء الله نستكمل أيضا الموضوع حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في بنكمل حياتك صح مع الأستاذ دكتور أحمد السبكي أستاذ جراحة السمنة والسكر بجامعة دين شامس وفيس وقالي دكتور بيقول أنا جسمي مضبوط بس المشكلة أن عندي كرش ومش عايز يروح مع إني جربت أعشاب التخصيص كتير ومبتعملش حاجة غير إنها بتعمل إسهل وبس هو الحقيقة طالما إحنا عندنا سمنة موضعية بيفضل إن إحنا نلجع لحل موضعي في نسبة كبيرة من الناس بتبقى الدهون الخارجية فمنفضل إن إحنا نعمل النحت بالفيزر اللي هو بيكسر الخلايا الدهنية وبيشد الجلد ويرسم الكيرفز بتاع الجسم ويرسم العضلة أو ممكن نعمل بي سيكس باكسل بي لاين يعني بندي شكل حاليا مثالي جدا في بعض ناس بيبقى الكرش للأسف دهون داخلية مش خارجية ده ما ينفعش معها النحت بالفيزر لكن بنقدر نديهم حاجة زي الكابسولة المبرمجة اللي تخسسهم 15-20 كيلو عادة بيكون هو كل الوزن ده في البطن لما النهون دي بتسيح بتضيع النهون اللي على الكابت، النهون اللي حاولين الأمعاء، النهون اللي حاولين الكلا البطن بتهبط تماماً وبتاخد الشكل الطبيعي المثالي من غير أي تدخل جراء وده مع التقنيات اللي حضرتك قلت عليها سواء كابسولة أو التقنية التانية اللي هي الفيزر، اللي احت بالفيزر اه ده لازم تضايت؟ لازم تحصل الأكل وصبط أكل برضو مع الموضاء ده؟ الناحة بالفيزر، لأ نتيجته فورية، وحتى الشخص لو لخبط ما بيرجعش تاني لأن الفيزر بيكسر الزبزبات نفسها بتكسر الخلايا نفسها بتكسر الجدار الخلية بالميتوكوندريا اللي جوه، ما بقاش فيه خلية، ما فيش نواة تخزن دهون فأصبح المكان ده غير صالح لتخزين الدهون لكن الكابسولة من الحاجات البسيطة السهلة اللي بتدينا ليفستايل وشهية قليلة وحرق عالي، لو حفظنا عليه النتيجة الدوم لكن أكيد لترون لو إحنا زودنا سنة سنة في الأكل، رجعنا لعادات الغذائية القديمة هتلاقس الشهية رجعت تفتح تاني، هتلاقس نفس الموضوع بس هنرجع نزيد كيلو في اتنين اللي بياخد دهل ويرجع يزبط نفسه بيحافظ، لكن اللي بيستمر أكيد ممكن يرجع تاني حضرتك تقول لنا حاجة تنفع مع حلوة المولد؟ لا إيه اللي ينفع مع حلوة المولد؟ اليومين دول ليه ملاش حالي بقى نعدي الفترة دي زي ما هي يعني أنا عايزة أقول لها لك حاجة، أنت ممكن تكري من كل حاجة يعني أصل ده سيزن، مرة مرتين فيه قبلي كحكم بعد مش دي المشكلة، آه هي هي دايماً المشكلة في الفريكونسي يعني عشان كده القال يوم فري في الدايت ما خسرناش حاجة ليه، أصل هو يوم أياً كان هنأكل قد إيه، لكن في الآخر هيبقى أبسط بكتير من إن أنا أبقى كل يوم عندي حاجة أو حاجتين غلط يعني الفريكونسي بيدر أكتر من إن أنا أجي في مرة وألخبط شوية آه يعني التكرار أو الثبات على اللخبطة بالضبط لكن مرة أو كده ما بتعملش مشكلة مش هي دي اللي هتبقى المشكلة بالنسبة بخصوص الكابسولة السؤال اللي بيتكرر كل مرة ما هو الاسم العلمي اللي كابسولة اللي معي ده وتكلفة النوع الجيد منها، وشخص هشام بيسأل من كاليفورنيا ما هو في مكانها يعني هي موازارة يمكن عشان يعرف فيه لوريان، آه، وهي دي ميدين يو اس اي، وف دي ابروفد في العالم كله دلوقتي آآ في سؤال آآ شاب عنده عشرين سنة بيعمل ضايته بيتابع مع كوتش اون لاين، هو وزنه آآ كرش برد نفسه مشكلة آآ الكرش أكيد، أكيد ده مشكلة البطن من المشاكل، يعني ناس كتير سبنتها في البطن، ناس كتير تانية بيبقى لا في النص السفلي مثلا من الجسم الفخدين، ناس في الأرداف، في ناس مشكلتها في الزراعين، الحلول للمناطق الموضعية عادة بيبقى حل موضعي، النحت بالفيزر حل مثالي، سهل، آمن، مختلف تماما عن الشفط القديم، بيدي نتيجة فورية، النتيجة دي بيتعيش على طول بإذن الله ما بترجعش تاني، آآ مفهوش بقى المشاكل والإجهاد القديم، وما بيطلع الدهون صافية من غير دم، فيش فترة نقاها طويلة، مالوش عارض تدايق، لكن خلال نقول هو بدون جراحة، لكن يعتبر عملية، لكن غير جراحي، بيعتمد على إبرة رفيعة صغيرة، بتدخل من تحت الجلد، هي بتطلع زبزبات، بتسيح الدهون في سيشا واحدة، ما بنحتاجش إن احنا نكررها أو نعمل جلسات أو حاجة زي كبا طيب نرجع يا فندم لموضوعنا اللي مكنا نتكلم عن سمنة الأطفال، وتكلمنا فيما يخص اللي هو يعني التعامل مع سمنة بدون جراحة، إيه بقى الجراحات اللي ينفع مع الأطفال؟ يعني في سن الأطفال والشباب الصغير والأدلوسنس أو سن المرخب نفضل العمليات اللي ما بتحتاجش متابعة ضرورية، زي عمليات التكميم المعدة، التكميم بالطريقة الحديثة، الطفل ما بتحتاجش فيتامينز، ما بيحتاجش أي نظام غذائي معين ممكن يمشي عليه، هو الفكرة إن هو معدته صغرة الشهية قلت، هرمون الجوع ما بقاش موجود، لكن بيجوع، لكن بنسبة بسيطة بيشبع بسرعة، حجم معدته ما بقاش ياخد كتير عشان يحس بالشبع، لا، أول ما بيأكل كمية بسيطة بيحس بالشبع، الحرق عنده زاد، يبقى احنا قدرنا نصلح الكيميا بتاعته، التكميم من العمليات السيمبل اللي بنسميها فيسيولوجيكال، يعني ما فيش تغيير جزري زي عملية التحويل، التحويل بيختلف إن هو بيمنع امتصاص نسبة معينة من الأكل، لكن التحويل أحياناً بيبقى الطفل طبعاً. آآ يعني ما بيوفضلش. آآ. لكن أحياناً نلاقي الطفل عاداته الغذائية كلها سكريات وحلويات وشوكليت وكلام زي كده. آآ لأ ساعتها بنقول التحويل وندي له فيتامينز سنة والفيتامينز دلوقتي بقت كاندي كده بتعمل شوكليت وآآ بس هي فيتامينز لكن أقصد آآ لأ بقى في حلول لكل حاجة. آآ يعني التطور دايماً بيشوف إيه المشكلة اللي موجودة عشان نقدر آآ آآ يعني ما يمنعناش من إحنا ناخد البينيفيت أو الفايدة من إجراء معين. آآ احنا كده ممكن نكون آآ آآ غطينا معظم أجزاء آآ آآ السمدة عند الأطفال لو فيه البرد ولسا عندكو آآ أياسئلة شاركوا معنا بعتولنا على زيوة خمستاشر خمسة تزع خمسة خمسة واحد زفل صفل ستة. أنتم حياتك صح مع جيهان عبدالله على نجوم أفقام ونجوم أفقام تيفي. ميكمل مع دكتور أحمد السوكي أساس جراحة السمنة والسكر بجامعة عين شمس موضوعنا. نهاراً نتكلم إسا عن السمنة وكلمنا عن سمنة عند الأطفال بالتحديد ولكن برضو بنستقبل أسئلتكو في العموم أسئلتكو الأخيرة شاركوا معنا وبعتوه لنا على الواتساب. زيوة خمستاشر خمسة تسع خمسة خمسة واحد صفل صفل ستة. سواءني دكتور لو نتكلم عن الأطفال أو عن الكبار إيه اللي بيخلي هل ممكن أن عملية تفرق نتيجتها من شخص آخر أو من طفل لطفل لأي مكان؟ أكيد جراحات السمنة جراحات غير تقليدية غير أعتيادية بمعنى أن هي بتحتاج سواء خبر الدكتور في طريقة الإجراءة. بتحتاج تكنولوجي أدوات بتحتاج حد على دراية وأبديت دايماً بالجديد لأن المجال ده فيه تطور جديد جداً. كل مش هقول لحاطيتك كل سنة بنشوف جديد لا كل شهر والتاني بنلاقي جديد جديد ده سواء في طريقة إجراء العملية ممكن يبقى أبديت صغير أو تفاصيل صغيرة. إضافة تحسن النتائج تحسن السيفتي أو الأمان ممكن يبقى مثلاً أدوات معينة اتحدثت تدي شكل معين للمعدة وده الحقيقة فرق حصل من 2018 في تكنولوجي الأدوات. أدوات خلى المعدة مفهاش حتة تبقى ديقة الأدوات بتقدر تاخد كيرف المعدة تخلي الشخص ما عندوش القيء اللي كان مشهورة عن العمليات دي. القيء كان دايماً موجود وكان بيبقى مصحوب بنقص البروتين لأن كان دايماً البروتين هو أكتر حاجة بتخلي المريض يحصل له قيء. نقص فيتامينز المريض مش مرتاح أو المريضة تاكل ترجع طالما رجعت يبقى فيه نقص الكالوريز شعرها بيتأثر بشرتها بتتأثر فمجهودها قليل فتلاقيها مش حسة براحة بعد العملية. الكلام ده تغير تماماً. طب هل حتى الآن فيه نمازج وحشة؟ طبعاً فيه بس ده لأن احنا ما زال في بعض الناس بيرجع يشتغل بالأدوات الجيل القديم من الأدوات. لكن طبعاً الجيل القديم ده اتمنع بره خلاص بس هو للأسف الحاجة لما بتتمنع بره بيبعتوها عندنا بقى في يعني في الشرق الأوسط نقول يعني بيسمونا العالم الثالث اللي هو هياخد كواليتي أقل. للأسف إن ده بيدي نتائج وحشة. لكن الجيل الأحدث من الأدوات تجنب هذه المشاكل. ما بقاش فيه خيب ما بقاش فيه نقص بروتين ما بقاش فيه نقص فيتامينز فيش كسل ما فيش مجهود قليل المريض أو الشخص بيأكل في المعقول بيخس معقول بنقدر نزبط الوزن على الوزن اللي احنا عايزينه. ودي نقطة ما كناش بنقدر نعملها. كان الشخص ما بيقولش كويس خالص. فكان لازم يخس كتير ويبقى الخسية بتاعته مصحوبة بدرجة من الضعف. لأ دلوقتي لأ بقى صحي بقى نشيط بقى عدد ساعات نوم قليلة بقى أداءه في عمله أحسن. أداءها في بيتها أفضل نشيطة بتتحرك مع أولادها. كل حاجة اتحسنت. عشان كده بنسميها يعني العملية أو الجراحات ما بقاش معيار النجاح بتاعها هو النزول في الوزن. ما أنا ممكن أنزل في الوزن بس النزول يبقى غير صحي بالزبط. لا بقى كواليتي لايف اندكس معنى أنا نزلت في الوزن وحالتي الصحية أفضل بمعنى ضغط كان موجود راح السكر راح كوليسترول ما بقاش موجود مفاصل اللي كان عليها حمل كتير تحسن الظهر اللي كان بيوجعني ما بقاش مجهودي نشاطي. طيب حياة العملية بصحف معادي نشيط بروح عدد ساعات نومي قال بقدر أمشي مسافات طويلة بقدر أعمل مجهود قبل كده كنت أمشي نهج دلوقتي لا أمشي وابز المجهود ما تعبش يبقى أداء الوظيفي. حياة الاجتماعية مشاركتي مع أولادي مع زوجتي مع أصحابي لا بقيت نشيط بقى عندي قدرات أعلى بكتير بقيت عندي حركة كل ده طبعا ينعكس على الحالة النفسية بقى والاندماج المجتمعي لما أنا بحس إن أنا كويس بصحة عندي درجة من السعادة عندي درجة من المشاركة عندي درجة من الاندماج من الثقة بالنفس ينعكس على وظيفتي ينعكس على بيتي يعني منظومة متكاملة بيحدثها التحديث في عالم التحديث في الإجراء الإجراحي نفسه في الأدوات في التكنولوجي في التخدير في طريقة الإجراء في خبرة الطبيب كل ده تفاصيل دقيقة جدا هي اللي بتؤدي للنجاح. أي حاجة منهم تنقص ممكن تؤدي إن النجاح ما يكملش مش لازم يبقى فشل بس خسيت بس عندي مشكلة عملت العملية بس لما كلت كذا رجعت تاني كل دي عيوب بتشيب النجاح لو إحنا ما التزمناش بالتحديث اللي موجود دلوقتي في هذا العالم. طب كمان من ضمن الأسئلة اللي ممكن تبقى شغلة بالنا شوية بفكر فيها قبل اللجوء لأيه جراحة طبعا موضوع التخدير لأنه بيسبب مخوف لنا كلنا. فهل التخدير فيه تحديث تغيير تقدم؟ لا شك أكيد التقدم في عالم الجراحات لازم يواكبوا تقدم في عالم التخدير لأنهم الاتنين بيكملوا بعض. إحنا حاليا طبعا حديقي عارفة مرضى السمنة مرضى هم أصلا عرضة لأمراض كتير ومعندهم مشاكل في القلب حتى لو من الظهرة. عندهم استعداد للسكر حتى لو من الظاهر عندهم ضغط عالي عندهم النفس والقدرة التنفسية مش على مستوى عالي. عشان كده مراكز الأبحاث في المجال ده دورت على تخدير آمن والحمد لله من 2017 لقينا حاجة اسمها روكرونيام طلعت دواء حديث بيدي إحساس بالنوم العميق ولوه الريفيرس بتاعه اللي بيدي تام فوري يعني يصحي المريض فوريا. التخدير ده إدى أنا إحساس بالأمان وإدى المريض إحساس بالأمان ولا له تأثير على النفس أو حالة التنفس ولا له تأثير على القلب ولا بيخلي المريض ياخد وقت على ما يريكافر أو يصحى من المخدر ونقول نستنى مما البنج يخرج من جسمه. لا ده هو له حقنا بتنيم وحقنا بتفوقه مباشرة. ما فيش ألم ما بعد التخدير ما فيش كرشة النفس والكحة اللي ما بعد التخدير. فلا أكيد التقدم في عالم التخدير كان له إضافة قوية جدا شجعت الناس إنه هو ياخد خطوة العملية. يعني ما بقاش قلم التخدير نسبة الأمان في الأدوات بقت مية في المية ما بقاش يحصل حاجة اسمها تسريب ما بقاش يحصل حاجة اسمها نزيف. طيب ما بعد العملية الأدوات بقت تاخد كيرف المعدة ما بقاش يبقى فيه قيق ما فيش نقص بروتين فيش تاعب ما فيش إجهاد يبقى أصبحت المنظومة المتكاملة. اللجوه بقى لطرق أقدم أكيد هيدي نتائج مش حلوة. فحديك أكيد هتلاقي نموذج كويس وأكيد هتلاقي نموذج متعملش بكل المواصفات اللي احنا قلناها والمعايير الدولية. فأكيد مش هيبقى النتائج بنفس المستوى. يا وصلنا لنهاية حلقتنا لكن حابين نسمع من حضرتك كلمة أخيرة توجيهها لمرضى السمنة اللي ممكن يكونوا لسا عندهم قلق من الجراحات أو العلاج يعني أو النحتة أو العلاج السمنة بطرق جراحية أو غير جراحية. هو الحقيقة لازم كل شخص يعرف أن أيا كان درجة السمنة عنده نوعها تأثيرها عليه هو ما ياخدش اعتقادات للأسف بياخدها من الانترنت ومن كلام زميله ومن كلام تجارب. ممكن تبقى وحشة بالفعل لكن ده مش معناه أنه هو ده المعيار اللي قيس عليه حالته. كل شخص له حالته له الإجراء المناسب ليه هو عليه أنه هو يستخير وياخد الخطوة ويتشجع ويروح لحد متخصص يشرح له حالته ويناقش ويعرف ويدرس الموضوع وبعد ما يعرف الحل المناسب يستخير ويتوكل على الله. لأن السمنة احنا بنسميها مرض العصر أو هي أم الأمراض اللي موجودة في العصر كله فما ينفعش الإنسان يسيب نفسه بيعاني من هذه المشاكل الصحية من شبح بيطارده في كل أوجه حياته لمجرد معلومة خاطئة سمعها من حد تجربة سيئة شافها مع حد لا على أنه هو يدرس الموضوع أفضل من كده. نشكرك على أفضلك معنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نشكرا دكتور أحمد السبكي أستاذ جراحة السمنة والسكر بجمعة عين الشمس وإن شاء الله بعدنا دايما متجدد كل أسبوع دايما يوم الثلاث ساعة كام ساعة ثلاثة من ثلاثة الخمسة. وشكركوا جدا كنت معاكم جيهان عبدالله دايق هتكون موجودة معاكم ويرا الجندي ومروان قدري وحلع جديدة من كلام فزح. اشتركوا في القناة